مسلسل حب الباهر زي ما وعدتكوا والنهار ده هنتكلم عن أحداث الحلقة رقم 28 من المسلسل بتبدأ الحلقة بمجدى بتتعب جداً بيتم نقلها عدل فور للمستشفى بتبقى في حالة صعبة وهناك بيوصل يوسف بالصدفة وأول ما بيشوفها بيركب بسرعة في العربية وبيقولها سامحين يا خالتي أنا مكنتش معاك الفترة الأخيرة زي ما ابنك وسامة وصاني أنا آسف جداً قالت له أنا عايز أعرف حاجة ابني إزاي مات قال لها سامحين يا خالتي أنا مش هاقدر أقول أي حاجة لأن أنا وعدت أسامة أني مش هتكلم وهو على فراش الموت قال لي ما أقولش لحد أي حاجة ومفصل موجودة في المستشفى عند صفية بتعمل الواجب وبتستأذن علشان خاطر تمشي وبتقول ابتها الخليك لو أنت عايزة تعودي وطبعاً كانت موجودة دلال أول ما بيجي بعد كده ساعة وبيدخل بيسلم على صفية وبيتفاجئ بوجود دلال بيتصدم بيتحرج وبيتوتر بدرية بتقوله في إيه مالك قال لها مفيش أنت بس كلكو يعني ستات فأنا حمشي وبيخرج فعلاً برا وهنا بدرية كانت بتهزق مشاعر وبتقول لها غريبة يعني أن المديرة بتحكي عن الكلام كويس أنت أصلاً مكافو رادت ابتهال وقارت لأ بالعكس دايماً مشاعر كويسة معانا ابتهال بتقول لدلال اللي هي شافتها قبل كده وإن هي بتعدي كتير على المحل بتاعها قالت لها بتعالي عشان خاطر أعملك خصومات وطبعاً ابتهال شكة فيها بينما ساعدي كان موجود برا ومتضايق جداً وطبعاً خايف مرة تكون قرفت حاجة أو دلال قلت لهم حاجة ولما بتخرج دلال بيقول لها إيه اللي خلاكة تيجي هنا قالت إن هي جات عادي عشان توجب مشاعر بما إنها يعني شغالة عندها مش أكتر قالت له ما تخافش مش هيرفه حاجة قال لها هل أنت عمالتي ده ما كانش ينفع تعملي روحي دلوقتي حالاً على البيت ونبقى نتكلم بعدين بتمشي لكن طبعاً ابتهال بتسمع كل حاجة وبتعرف إن وبهج متجاوز على أمها وبتقوله بقى كده متجاوز دي على أمي ليه ليه تتجاوز على أمي رده وقال أنت عارفة أمك يا ابتهال أمك صعبة أمك أخلاقها يعني وحشة جداً ما أنت عارفاها ظلميت نيامة وطبعاً أنت كمان ظلمته وأنا الوحيد اللي قاعد لها في البيت وبصراحة ده من حق بالله بعد كده بيقعد ساعدي بيتكلم مع أمراته وبيسلف معاها وبيقوله أنه مش هيروح الشالي النهاردة وحيقعد يتكلم معاها وطبعاً يا مستغرب أنه بدأ يتغير من ناحيتها وكمان قالت لها أنا حاجيب طاصة الحب ونقعد كده نتكلم ونسلف قال لها أنه ولا على سوالفها جداً وده اللي خلاها تقوله أنت عامل إيه بالزبط من ورايا ما أنت تغيرت وبقيت كويس قال لها مفيش حاجة بينما بتروح بتهال لبيت عزيز وبتقول بقى كده تبقى عارف أن أمك مضحوك عليها وأن أبوك تجوز عليها وما تقولش وطبعاً أكيد ده مشاعل اللي عملته صح يا مشاعل مش ده أمك برضو يا عزيز أمك اللي بتحبش حد في الدنيا غيرك قال لها أنا أمي ظلمتنا يا أمي وانت عارفة أن هي يعني أخلاقها مش كويسة خالص ودائماً عصبية ومش بتستحمل حد وأبويا من حقه يتجوز ولما واجهت مشاعر وقارت لها أنت اللي عملت كده وخلت أبويا يتجوز مشاعر رضت وقارت لها أبوك من صغير أبوك راجل كبير وعود وعارف وبيعمل إيه كويس جداً مجدة موجودة في المستشفى وهناك يوسف بيبقى معاها ومحمد الباهر ورانيا وقلقانين جداً وبيحاول يوسف ورانيا أن هما يهدم من محمد وقالوا إنها إن شاء الله هتبقى كويسة بينما منلاقي هنا أن أم فيصل بتقول لازم تبقى كويس معاها فيصل طبعاً كان متضاعي جداً لأنها تأخر طويل وبيروح يتخلق معا ويقول لها كنتي فين قالت له ملكش دعوة قال لها أنا رجلي كلازا معرف كل حاجة قالت له أنتوا ما رأي قال أنت زي يقلتك بالضبط قولي له يا خالتي إزاي يعني رجلي إذا كان هو أفضر وأنا أفضر يعني كل واحد بنام في قوضة الوحده قالت له بعيد عني وملكش دعبية قال لها كنتي فين قالت له ملكش دعوة امشي من وشي دلوقتي وطبعاً أم فيصل بتقول جدع والله البنت كفو عليها تستاهل يارتك أن يدتك ألم كمان كانت برات الجبدي علشان أنت أصلاً مكافو قال لها ماما أنت عارفة كويس أن أنا مش بحبها وقاعد في مكان تاني غير اللي هي فيه وأنا أصلاً مش بتاع جواز قالت له تتحرق أنتوا الاثنين أهم حاجة السفر تعدي على خير والبضاعة توصل بينما محمد هنا موجوز في المستشفى عند مجدة بيشوفها وهنا بتطلب أم خالد أنه هو يروح يصالح عزبة وطبعاً بيقولها حاضرة علشان خاطرك هروح بينما هنا بتتكلم صفية مع جوزة محمد وبتقول ما تشوف شر خالتي مجدة والله أنا فعلاً عزراها لأني بعد ما جبت محمد حاسيت أنه هو جزء مني وأتمنى أنه أنا أموت قبله وأنا عزراها جداً بسبب موت أسامة واللي حصل لها ده كان صعب عليها بينما بتهال بتصحى الخادمة بتقومها وبتقولها أن في ورد جاي من أستاذ فيصل طبعاً بتبصروا كده من غير اهتمام بينما ساعدي بتسحب علشان يمشي بتوقفوا بدرية وبتقولوا تعالى رايح فين قال لها رايح الشركة اشتغل يعني هروح فين قال لها نوى نفسه في المطبق الزبادي قالت أيها بس ده غالي هات فلوس عشان اجيب سمك على غير العادة بيطلع لهم مين دينار وبدهم لها وطبعاً بتبقى مش بيصدق أن هي أول ما تطلب فلوس يديلها كده على طول مجدة موجودة في المستشفى حواليها ابتسام ويوسف بيحالوا أنهما يهدوه يقفوا جنبها بتسأل مع محمد وبيرد يوسف وقول من هو ما يعرفش وطبعاً يوسف كان عارف بلاوي كتير عن محمد الباهر اللي بيجي مرة واحدة مشان خاطر يتطمن على مجدة وهي في المستشفى بينما من لاي بعد كده بتقرر يبتهد أن هي تقول لأمها على موضوع جواز أبوها بتروح لها البيت و بتقول لها أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة يا ماما سكتتها وقالت لها أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة أبوك يداني فلوس على طول أول ما قلت روح مطلع فلوس على تتصوري وأنا دراتي حروح عامل سمك عشان خاطر حياكل معايا النهاردة مش حيروحي الشاليه وكانت فرحانة جداً وطبعاً ابتان ما قدرتش تقول حاجة لكن أمها قالت لها روحي الصفية علشان نيجي نطلعها ونرخصها وننوشيها على البيت منلاقي هنا جاسم بيقدم القهوة لمراته إنجي وكمان هي بتتمنى إن خالدي بقى كويس مع مراته ويرجعها وجاسم بيقول لها إن شاء الله هو هيروحي رجعها النهاردة وبتفرح جداً بالخبر ده وبتقول له يا رب تشتغل عشان تقدر توفي الفلوس اللي عليك لأخوك وإنت إخوات والبعض بينما من اكتشف العلاقة اللي بتجمع بين محمد ومرايم اللي هي أم فيصل طلعوا يعرفوا بعضهم الاتنين والشغل بينهم مستمر وكمان بتقول له إن الموضوع ماشي تمام ولما سألها عن ابتالي قالت إن هي جدعة جداً وبتشتغل ما هي عبدة للقرش الفلوس للدينار يعني علشان كده أي حاجة بنطلبها منها بتعملها وإنت عملت إيه؟ رد قال إن هو كتب بعض من شغله المجدة والبعض التاني لي سعد وكمان ما تضعه لأوراق وكمان حط في حسابه فلوس وقال له تجيب هالي تاني بس تاخد نسبتك الخمسة في المية وقدروا إن هو يزبط أمور يعني قالت له مراتك ماجدة عملت حفر وعملت يعني تدور كده على سبب قتل وسامة علشان كده بقولك خليها توخر عننا علشان ما تعملناش مشاكل لإن لو عرفت إن إنت اللي ليك يدف مقتل وسامة ابنك الموضوع هيبقى صعب جداً مش هيبقى لصالحك قال ما تفكرنيش بالكلام ده فصل ما لقاش يعني من دون الشباب كلهم غير ابني أنا من كنتش عرف إن ابني مود من مخدرات من كنتش عرف إن ممكن يوصل بيه المواصيد للدرجة دي نعمل إيه منه للا بقى فيصل والله بعد كده مستني عزبة جوزها ييجي وأهله عشان قاطر يصلحوها وقال أنا جداً وعمتها بتلاقيه دي مش ده برضو اللي انت بيكون ديش طيقه ومرة واحدة بيوصلوا طبعاً بيبصلها وبتتحرك جداً وبتتكسف لكنها كانت فرحانة جداً وسعيدة إن هو أخيراً جي على شقاط دي يرجعها ولأنها كمان لسه بتحبه وهو هيبدأ يحبها بينما منلاقي ساعة بيجيب بنته صفية من المستشفى ومحمد وأحمد الباهر الصغير وبيوصلهم على البيت واستفرحة وزغريت كتير وبدرية كانت فرحانة جداً بالحفيد بينما مجدى موجودة في المستشفى بتتخيل وجود قسامة جنبها في كل مكان بتتكلم معاه وبيتكلم معاها كأنه بالضبط موجود قدامها عايزة تروح له وبييجي يوسف وبيقولها أنا آسف يا خالتي ما قلت تركيش عن سبب موت أسامة أنا مش عايزة أزود عليكي لكن بجد مش هينفها تعرفي قالت له يا ابني أنا عايزة بس أعرف مين السبب في كده مين الإنسان اللي تسبب في موت ابني لما تعرفه ابقى أعرفني علشان أموت وأنا مرتاحة بينما بتروح مشاعر تقعد شوية مع دلال لأنها قعدة لوحدها ولما قلت لها عزيز فين قلت لها أنه راح يخرج أخته من المستشفى أو أنها ما راحتش عشان خاطر مش حمل ابتهال وأمها خايفة دلال جدا أن ساعد تكون هي مجرد نزوة في حياته وأنه يهدها ويسيبها في أي وقت عشان خاطر يرجع لمراته بادرية لكن مشاعر بتطمنها وبتولا ما عطقتش أن يسيبك أنت عشان خاطر بادرية ما تلاقيش من ناحية الموضوع ده وبيعود يتكلهم مع بعض بينما منلاقي عند عزبة أن هي خلاص بقيت عايزة ترجع لجسهة بيديها دهب بتلبس الغواية شوية مبسوطة وسعيدة وخلاص بتبتسم والكل بيزغرت وفرحان جدا بيرجعها تاني لجسهة وطبعا بيروح وراها علشان يصالحها وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لأحداث الحلقة رقم 28 من مسلسل حب الباهر ويارب الملخص بتاعي ونعجبكم ما تسونيش في اللايك ويشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد هتلاقوا كل الحلقات موجودة عندي اشوفكم على خير احبكم وايد باي